ده كان كلام على صعيد هذه الأزمة لكن يبقى دائماً وأبداً ضربة البداية معه مقالي ومقاله حق الصحافة وصحافة الحق بيتش موسماني وهي الحياة بقت قضية الصحافة قضية مهمة جداً قضية مهمة في ظل تنامي الميديا ومراسل الميديا والقنوات والبرامج والمواقع الإلكترونية والصحف والإزعاد ما شاء الله بقت الوساطة الإعلامية بتاعتنا كتير قوي لكن بقت قضية علاقة الصحافة بالمصادر الرياضية قضية على المحك شوية وهنا خلوني أقول لكم بمنتهى الوضوح أنا مساند وداعم لكل الزملاء في حقوقهم أنهم يقدوا عملهم في بيئة مناسبة كتير من الأخطاء اللي بتحصل ممكن يكون مسؤول عنها بعض الزملاء بالذات منقوص الخبرة شوية لكن كمان ليهم الحق أن الأمور تترتب أحسن من كده لما نلاقي مستر بيتسو مسماني رجل خارج من الملعب فحد بيوصف أنه مراسل حتى الآن لحد عرف ده مراسل لبرامج والقناة والصحيفة أو مصور موجود في أرض الملعب تخيالوا أنه ماشي وراه يقول لهم هل تعرف تونس متأخرة بهدف اتأخرت بهدف أعم تخيالوا أنه الرجل ده يمشي وربيتسو مسماني ويقول له كهرباء عمل أسست ها ايه رأيك هو فيه كلام تلقيح في إغازة الرجل لا هو خارج في الأول قال له وعدين جاي وقفوا قدامه كهرباء لا ده واحد جاي يعني يستفزه يستفزه طبعا مفهومة جدا يعني واضحة جدا وللأسف الشديد أنا مش قادر أفهم البان اللي طلع من جمعية المراسلين بدل ما تحاسب الرجل بتاعك على عدم مهنيته هو أنت دورك وأنت في الملعب تلاحق الأجهزة الفنية وإلى عيب عشان تستفزه وتغلطها لا طبعا وبعدين الكتب بقى يقول لك خد وكسر التليفون في حين أن الشهود الواقعة قالوا خد التليفون ده للأمن ترجمة نانسي قنقر